أشار رئيس مجموعة سيني للألام ورئيس تحريرها شين هاي شيون خلال خطابه إلى أنه احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وبموافقة دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تم إنتاج برامج خاصة في يناير الماضي بعنوان تاريخ الحزب في كلاسيكيات الفنون الجميلة من قبل مجموعة سيني للألام والمطحف الوطني الصيني والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة وبمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني نعيد إطلاق معارض تاريخ الحزب في كلاسيكيات الفن التشكيلي مما يقدم عروضا فنية عالية الجودة وفعاليات التعليم المعمق والحيوي لتاريخ الحزب